وأيضا نتابع كل هذه التطورات مع مراسلين من لندن ريمة مكتب مراسلة الحدث طبعا من جناب حسين قنيبر مفضل الحدث من موسكو مازين عباس مراسل الحدث وأيضا من واشنطن ناديا البل بيسي مراسلة الحدث مساء الخير لكم جميعا وأهلا بكم في هذه النشرة سوف أبدأ مع ناديا الآن ناديا بموضوع الموقف الأمريكي حتى الساعة لا نشهد وضوح كامل أو ربما استراتيجية واضحة على الأقل من جانب الولايات المتحدة تجاه ما يحصل بلبنان هل هذا مقصود وهل من تطورات يعني ما زالت حتى هذه الساعة ربما لم تعلن حتى الآن ولكن موجودة أو متداولة بالأوساط الأمريكية هذا صحيح لارا في الواقع هناك مواقف معلنة للإدارة ومواقف غير معلنة كما تعرفين أريد أن أبدأ بالتصريحات الرسمية ربما كان آخر تصريح صدر عن وزارة الخارجية هو تهنئة الشعب اللبناني بعيد الاستقلال وتحدث البيان الذي صدره طبعا باسم وزير الخارجية مايك بومبيو عن الصداقة التي تربط الولايات المتحدة بالشعب اللبناني منذ 76 عاما وتحدث على التظاهر السلمي وعن رغبة الشعب في بناء مستقبل آمن وزاهر وهذه كله ملفت على فكرة كل هذه التصريحات ملفتة أنه يتحدث عن الشعب 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 في ثلاثة فقرات وفي النهاية تحدث على أن الإدارة مستعدة للعمل مع الحكومة اللبنانية الجديدة وهذه الحكومة يجب أن تستجيب لمطالب الشعب وهنا أعتقد أن التركيز بأن الإدارة تركز مرة أخرى على أنها تتعاطف مع الشعب اللبناني في كل مطالب التي ترها عادلة وتريد أن يحارب الفساد وتريد أن تكون بالفعل هذه الحكومة الجديدة تستجيب لمطالبه لكن كما تعرفين هناك صورة أخرى وهي أنها لا تريد أن يكون حزب الله جزء من هذه الحكومة رغم أنها لا تتحدث بشكل علني عن هذا وتريد أن تضع بعض الضهوط على الفرقاء اللبنانيين حتى تكون هناك حكومة تقنقرات بالفعل حكومة جديدة بعيدة عن الحزبية السياسية وعن الطائفية وكما تعرفين هناك حتى انفصال في الموقف تجاه لبنان في الخارجية وفي البيت الأبيض حتى أن الحديث عن المساعدات العسكرية للبنان الذي تعطل في الكونغرس لأشهر أكدت لمسؤولة في وزارة الخارجية وحتى المتحدثة نفسها عندما كانت لديها مقابلة معها طبعا تحدثت أيضا كما يقال بأن هذه المساعدات سيتم حلها بالنهاية هناك بعض الإشكاليات لكن هذه الإشكاليات مع البيت الأبيض طبعا سيتم الضغط إذا أردت وتوضيح الصورة من وزارة الخارجية ومن وزارة الدفاع في اتجاه إقناع البيت الأبيض بأن هذه المساعدات العسكرية التي تقدر بمليون ونصف مليون دولار ستذهب للجيش اللبناني وليس لحزب الله وكان هذا تخوف طبعا البيت الأبيض وكما تعرفين هذه المؤسسات سيادية عريقة تفهم الموقف اللبناني وتعقيدات الموقف اللبناني وتريد أن تقدمها دعما لكن نقطة أخيرة وهي أنها لا تريد أن تظهر بمظهر المتدخل وخصوصا وأن هناك اتهمات دوما للولايات المتحدة سواء كانت في لبنان أو بغيرها بأنها التي تقف وراء هذه الثورات في العالم العربي وهي التي تدعم المتظاهرين وحتى تقدم لهم دعم اللوجستي كما تعرفين وكما نسمع دوما من الجهات التي تعارض دور واشنطن أنتقل إلى ريما مكتبي من لندن ريما اليوم كان في زيارة لموفد بريطاني اللقاء مع الرئاسات الثلاث ومسؤولين آخرين ولكن حتى الساعة يعني ليس هناك وضوح بالموقف البريطاني أو على الأقل بما جمعه من هذه الاجتماعات ما هو الواضح حتى الآن من موقف لندن ريما؟ بريطانيا لم تكن تاريخيا على الخط الأساسي في إدارة شؤون الملف اللبناني فرنسا تاريخيا كانت دائما في الواجهة وحتى على خط الأزمة الحالية بحسب المعلومات التي تردنا الموقف الرئيسي يكون لفرنسا أو العمل الرئيسي يكون لفرنسا على أن تكون بريطانيا وأمريكا أيضا على تنصيق مع الوفد الفرنسي السفير ريتشارد مور وهو المدير العام لشؤون سياسية في وزارة الخارجية البريطانية قال أن العلاقة البريطانية اللبنانية تاريخية وأن بريطانيا تاريخيا تحرص على دعم الجهاز أو الأجهزة الأمنية التي هي الموكلة بحماية لبنان بشكل رسمي وهناك مبالغ خصصة لدعم الأجهزة الأمنية الجيش بصورة عامة ولحد آخر القوى الأمنية الداخلية في نفس اليوم التي قالت الولايات المتحدة الأمريكية أنه ربما تحجب هذه الأموال عن الأجهزة الأمنية اللبنانية كانت بريطانيا أقرت مبلغ 25 مليون دولار لهذه الأجهزة الدور البريطاني اليوم ليس كما يرد تماما في الصحف اللبنانية بمعنى أن هناك حديث أن الغرب قد يقبل بحكومة يكون فيها حزب الله أقله بموضوع بريطانيا قد لا يعلن هذا بشكل رسمي ببساطة لأن بريطانيا بشهر فبراير الماضي أعلنت أن حزب الله بذراعيه السياسي والعسكري حزبا إرهابيا صنفته على أنه إرهابي وكان موقف جدا متقدم عن الموقف الأوروبي مخالف للموقف الأوروبي ولكن قريب من الموقف الأمريكي لذلك فيما بريطانيا تقول أن حزب الله إرهابي لن يكون بإمكانها القول بأنه يجب أن يكون في الحكومة اللبنانية المقبلة بحسب المعلومات التي تحدثت مع مصادر غربية وأيضا لبنانية هناك الكثير من الأحاديث والمنى الطرحات التي تقدم على الطاولة حزب الله هو العقد الأساس العقد الأساس هو لا يقبل بحكومة تكنقراط أو مستقلين فقط والكثير من شروط يضعها الحزب الغرب يحاول المساعدة بريطانيا تقول لن نتدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية ولكن نحاول المساعدة على تشكيل حكومة إنقاذية وطبعا الهدف الأول هو حماية المتظاهرين وحق اللبناني بالتظاهر سلميا طيب بالانتقال إلى الموقف الفرنسي حسين قنيبر معنا من جونيف حسين كما قالت ريمة أن عادة ما تكون فرنسا بالواجهة أصلا الزيارة الأولى كانت لمفاد فرنسي إلى لبنان للقاء مسؤولين لبنانيين وأيضا كان فيه اجتماع فرنسي بريطاني أمريكي كذلك قبل أيام قليلة وبالتالي كيف يتبلور الموقف الفرنسي مما يجري بلبنان تماما منذ الزيارة التي قام بها كريستوف فرنو المبعوث الفرنسي إلى لبنان مطلع هذا الشهر يتواصل الاهتمام الفرنسي بمحاولة حشد دعم دولي لمساعدة لبنان ولكن حتى الآن على ما يبدو لم ينجح الفرنسيون بإقناع أطراف دولية كثيرة بحشد هذا الدعم قيل لنا من قبل ديبلوماسي فرنسي رفيع المستوى يتابع عن كثب الملف اللبناني وشارك في الاتصالات الجارية مع مسؤولين لبنانيين قال أن الأسرة الدولية لا تبدي اهتماما بما هو حاصل في لبنان الأمريكيون هم الأقل اهتماما حاليا ولا يوجد طرف دولي لا توجد دولة ولا جهة دولية مستعدة لوضع رأس مال السياسي في لبنان حاليا ومع ذلك فأن فرنسا ستواصل جهودها لدعم هذا البلد للتواصل على الأقل إلى موقف دولي مشترك يشكل رسالة دعم تبعث على الثقة بالوضع اللبناني إذا تعذر عقد اجتماع دولي تحاول فرنسا العمل على عقده إما من خلال اجتماع لمجموعة الدعم الدولية حول لبنان أو عبر إصدار موقف دولي مشترك على الأقل تعرفين أن مجموعة الدعم الدولية الخاصة بلبنان تضم الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن أي فرنسا بريطانيا أمريكا روسيا الصين تضاف إلى هذه الدول ألمانيا وإيطاليا وأيضا الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية ومصر والبنك الدولي هذه تشكل دعامة مجموعة الدعم الخاصة بلبنان قد تعقد اجتماعا لها إذا ما نجحت الاتصالات الجارية حاليا والتي تقودها فرنسا حقيقة لكن مصدرا فرنسيا آخر هو بالواقع مستشار للرئيس ماكرون قال قبل أيام أنه حتى الآن لا يوجد توافق بين الأطراف اللبنانية على تشكيل حكومة وأكثر من ذلك لا يوجد توافق بين الأطراف الدولية على مساعدة لبنان طيب بالانتقال إلى الموقف الروسي مازن عباس معنا من موسكو مازن مفروض في زيارة مرتقبة أيضا لمفد روسي في تصريحات سابقة خرجت عن أنه روسيا قد تكون على نفس الخط مع إيران بموضوع فض الاحتجاجات وقمع إذا صح القول هذا الحراك هل فعلا هذا هو الموقف الروسي وما المستجدات أصلا من ناحية لبنان؟ يعني في البداية أنا لا شك أننا ندرك أن تفجر الأوضاع في لبنان يهدد المصالح الروسية في سوريا ويؤثر على المنطقة وهو أمر ترى موسكو أنه يشكل خطورة على خططها في المنطقة لذلك هي مهتمة للغاية بعملية إحلال استقرار في لبنان وإحلال الحالة من الهدوء أيضا الحديث عن أن موسكو تسير على خط حزب الله بشكل كامل هو يعني مبالغ فيه للغاية باعتبار أن موسكو لديها علاقات جيدة بالفعل مع عدد من القوى السياسية اللبنانية والأطراف اللبنانية وهي تحرص على هذه العلاقات وإن كان في أيام سابقة صدرت تصريحات عن الخارجية الروسية تحدثت عن أنها لا ترى أو صدرت عن مسؤول في الخارجية الروسية تحدث عن أنه لا يرى في الحكومة التقنقراطية حل ولكن الخارجية الروسية أصدرت بيانا رسميا اليوم بل أن السفير الروسي في لبنان تحدث أيضا لوسائل الإعلام اللبنانية والمبعوث الخاص للرئيس الروسي التقى مع ممثل السيد سعد الحريري الحديث كان واضحا أن موسكو تدعم جهود قيادة البلاد بما فيها مساعي السعد الحريري وهذه الجهود التي تسعى للحفاظ على وحدة وسيادة لبنان وإحلال الأمن والاستقرار والاستجابة للمطالب الشارع اللبنانية على أساس الوفاق الوطني اللبناني شكرا جزيلا لك مازين عباس مراسل الحدث من موسكو أشكر كذلك نادية بالباسي مراسلة الحدث من واشنطن ريمة مكتب مراسلة الحدث من لندن وحسين قنيبر مفد الحدث إلى جونيف شكرا جزيلا لكم